بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل ونص العبارة يقولون يعني معقولة الله سبحانه وتعالى ما يشوفنا الله سبحانه وتعالى ما يسمعنا ليش الله سبحانه وتعالى ما يشوفني ليش ما يسمعني رجان استمع رجان استمع إلى هذه الرواية التي وردت عن آية الله السيد الخوئي في كتاب مصباح الفقهة وكذلك في أصول الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لتحصل على إجابتك ليش الله سبحانه وتعالى ما يشوفني ليش الله سبحانه وتعالى ما يسمعني لطالما دعوته ولطالما صليت ولطالما زرت فلماذا لا أرى الإجابة رجان استمع قال الإمام الصادق عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل فدع الله عز وجل أن يرزقه غلاما طفلا لثلاث سنين فلما رأى أن الله سبحانه وتعالى لا يجيبه ثلاث سنوات هذا الرجل من بني إسرائيل يدعو ليرزقه الله سبحانه وتعالى غلاما طفلا والله سبحانه وتعالى لا يجيبه فقال يا رب أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا تجيبني يعني هل أنت تسمعني يا رب ما معقول ثلاث سنوات أدعو ما تشوفني ما تسمعني قال يا رب أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا تجيبني فأتاه آت في منامه فقال له إنك تدعو الله منذ ثلاث سنين بلسان بذيئة وقلب عات غير نقي وتقي ونية غير صادقة ثلاثة أمور كان يعاني منها هذا الرجل من بني إسرائيل فالله سبحانه وتعالى كان لا يسمع لدعائه أولا كان لسانه بذيئة أي بمعنى يشتم الآخرين يتجاوز على الآخرين يستهين ويستهزئ بالآخرين دائما يسب الآخرين ولو على مستوى كلمة كلب وحمار أنت كلب وأنت حمار لسانه بذيئ يعني بمعنى باللهجة العامية لسان متبر من عنده دائما وأبدا اللسان ليس بنظيف دائما يشتم الآخرين ويسب الآخرين ويستهزئ بالآخرين إلى غير ذلك ثانيا قال له الله سبحانه وتعالى وقلب عات غير تقي أي بمعنى قلبك يحمل القسوة اتجاه الآخرين قلبك دائما وأبدا مليء بالحقد بالكراهية اتجاه الآخرين ثالثا ونية غير صادقة هس هذه النية كما يقول علماءنا العلامة الغير صادقة تجد أن فلان يريد أن يتباهى على الآخرين بنيته يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الزوجة الفلانية لكي يتباهى بها أمام الآخرين ويرى نفسه أفضل منهم أو أن يشتري البيت الفلاني ليرى نفسه أفضل منهم أو يشتري السيارة الفلانية أو على كل الأحوال هو ليتباهى على الآخرين ويريهم بأنه أفضل منهم أو لا على الأقل بأن أنظروا إن الله يستجيب لدعائي ولا يستجيب لدعائكم وأنا من أصحاب الكرامات أو إن نية غير صادقة لماذا؟ لأنه يتكل على غير الله سبحانه وتعالى فيعلم الله سبحانه وتعالى من نيته بأنها نية غير صادقة فقال الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل من بني إسرائيل فاقلع عن بذائك وليتق الله قلبك ولتحسن نيتك فقال الإمام الصادق عليه السلام ففعل الرجل ذلك ثم دع الله سبحانه وتعالى فولد له غلام فورا الله سبحانه وتعالى رحيم الله سبحانه وتعالى كريم الله سبحانه وتعالى ألطف وأرحم من الوالدة على ولدها فبتصورك لماذا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعائك لا يستجيب فإذا كان لك قلب طيب سوف حتى يعني حتى لو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤخر الإجابة سوف يخبرك في عالم الرؤية لأنك رجل جيد ولأنك امرأة جيد يأتي فلان ويقول يعني التأخير لمصلحة جيد التأخير لمصلحة ولكن الله سبحانه وتعالى سوف لن يتركك بلا إجابة تدعو فلا هناك إجابة على الأقل الله سبحانه وتعالى يجيبك في عالم الرؤية ويقول لك بأني أخرت الإجابة لقضية فلانية أو إن عليك أن تعمل كذا وكذا عرفنا الآن ثلاثة أمور ابتعد عنها دائما وأبدا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان اللسان البذيء يعني الكلمات الغير طيبة البذيئة النابية واجعل من قلبك ماذا تقي اجعله بعيد عن القسوة اجعله بعيد عن الحقد والأنانية والكراهية للآخرين واجعل من نيتك صادقة لله عز وجل لا تتوكل على غيره ولا تريد أن تقضى لك حاجة لتتباهى على الآخرين أو تنكل بالآخرين إلى غير ذلك إنما هي مصلحتك جرب ولا تشك لكي يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك فورا برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام